السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الخامس الابتدائي تعالوا المهاردة هنتكلم عن grammar unit 3 listen 1 يعني grammar الموجود في الدرس الثالث من الوحدة الثالثة بيتكلم لي عن 2 كلنا نعرف ان 2 حرف جر معناها إلى يعني مثلا انا بقول I go to school انا بذهب الى المدرسة بس المهاردة احنا هناخد to بمعنى تاني مختلف معناها ايه هيكون؟ معناها هيكون لكي يبقى to معناها إلى حرف جر لما بيجي بعدها اس طيب to لما يجي بعدها verb في المصدر مصدر الفعل هيكون معناها لكي I go to school انا بروح المدرسة ليه to learn علشان اتعلم لكي اتعلم يبقى هنا to وراها فعل في المصدر اللي هو learn معناها لكي علشان اتعلم يبقى انا عندي دلوقتي عرفت ان to لها معنين to لو جي وراها اس يبقى معناها إلى حرف جر لكن to لو جي وراها فعل في المصدر يبقى معناها لكي خلاص يا سنة خمسة طيب ده كان الجرامر اللي في الجزء الاول بس لازم لازم ناخد بالنا ان to وراها مصدر الفعل مصدر يعني فعل بدون اي اضافات فعل مش متضف له حاجة خالص في طرسة ده كده فعل بدون اي اضافات طيب تيجي نشوف بقى امثلة بيقول لي ايه كده هنا why did she go to town ليه هي راحت المدينة إلى المدينة هنا to اهي الى she went to town هي زهبت ليه هنا ما كانت go اللي خلها بقت went اه تعال اقول لك عشان كان فيه did did دي بتاعت الماضي لما اجيش لها بحول الverb لماضي هنشرح دلوقتي هي went to town زهبت إلى المدينة to buy لكي تشتري address فستان يبقى هنا to buy لتشتري لكي تشتري why did you go to the hall ليه انت رحت الصالة i went to the hall to get my coat عشان رحت اجيب البلطو بتاعي to get my coat اجيب البلطو لكي ورها get فعل في المصدر طيب زي ما انتوا شايفين كده حبيبي الشرح الجزء التالي من الجرامر زمن الماضي البسيط تعالوا واحدة واحدة كده بالراحة نفهم يعني ايه زمن الماضي البسيط يعني يا ولاد انا لما اكون عايزة اتكلم عن حاجة حصلت وخلاص خلصت الاول هو اسمه يعني زمن الماضي البسيط بس تخدمه لما اكون عايزة اتكلم عن حدث خلاص حصل حاجة انا عملتها وخلصتها يبقى بيعبر يعبر يعبر عن حدث تم وانتهى حاجة حصلت وخلص خلصت يا حلوين طيب الجملة بقى يا ميس بتكون عاملة ازاي ببدأ بسبجكت اللي هو الفاعل وبعدين الفاعل طب مين انا اللي هحوله الماضي واخليه ماضي الفاعل 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 ده هو اللي انا هخليه ماضي اولاد يعني هو اللي انا بغيره علشان يناسب الزمن ده طيب هغيره ازاي يا ميس انا عندي الماضي له شكلين كأني كده قلت ان الماضي ده عامل قعدة ولو حد مشي عليها لو الفاعل مشي عليها يبقى اسمه منتظم لو ممشيش علي القعدة بتاعت الماضي هيبقى اسمه غير منتظم طب ايه القعدة دي ان الفاعل الماضي لازم يكون منتهب دي او اي دي او اي اي دي ودي اسمها ريجولار منتظم فاعل منتظم المشي علي القعدة بتاعت الماضي ان هو بينتهي بحرف دي او اي دي او اي اي دي زي كده لما قلت لائ لائد لايك بحب اخر اي اهو بقى لايك اخرها دي بس ليه عشان هو اصلا في اي فانا زودت دي وبس هنا مفيش اي ولا حاجة فانا زودت اي ودي طيب زي study يزاكر اخرها واي قبل الواي حرف ساكن فانا هشل الواي دي خالص وخليها اي وحط ال اي ودي تبقى studied اي اي دي يبقى انا الفعل الماضي اما بحط له دي وبس لو هو اصلا اخره اي او اي دي ده العادي او اي اي دي لو هو منتهب وي قبلها ساكن بشل الواي يخليها اي وحط اي ودي تبقى اي اي دي او يا ولاد مش ماشي على القاعدة بتاعة الماضي دي خالص وملهو الشكل معين وده اسمه irregular irregular يعني ايه irregular يعني غير منتظم irregular ليس له قاعدة ويحفظ كما هو زي ايه بقى لما قول جو ماضيها وينت اهو مالهوش يعني بصوا مختلف خالص جو غير وينت خالص طيب زي مثلا لما قولي حلوين باي يشتري ماضيها بوت اشترى طب انا اعرف منين يا ميس ان الجملة دي ماضي قال لي عندك مجموعة كلمات بتميز الماضي مجموعة كلمات اول ما شوفها اعرف ان الجملة دي في الماضي اسمها ايه الكلمات دي اسمها الكيويردس يعني الكلمات الدلة عليه كيويردس يعني الكلمات الدلة عليه طب ايه هم يا ميس تعالوا نحفظهم ونقولهم مع بعض يستر دي لست أجو من كلمات الماضيه يعني دول اللي بيميزوا الجملة أشوف أي كلمة منهم أختار على طول الفرب في الماضي يستردي يعني أمس لست يعني الماضي ودي ليها عائلة كبيرة يا أولاد منفعش أقول لست كده وخلاص لأ أقول لست ويك لسبوع الماضي لست يير العام الماضي المهم كلمة لست ومع أي حاجة تانية هي دي الماضي أجو يعني منزو أو ممكن أقول لك إنزا باست في الماضي وهي من اسمه باست يعني ماضي يعني أنا حدت لكش الوقت بقول لك كان زمان بقى في الماضي في الماضي معناها إيه دي؟ في الماضي طيب ممكن كمان أجيب لك إن وأي سنة بقى قديمة إن مثلا 2020 أو 2020 في 2020 يبقى ده تاريخ قديم حاجات حصلت في السنة دي يبقى خلاص هتكلم عنه برضو في الماضي يا شطار أنا أعرف جملة الماضي إزاي؟ من الكلمات اللي موجودة عندي وأنا عرفتها وحفظتها هشوفها أعرف إن ده جملة في الماضي لازم أختار فعل ماضي ماشي يا شطار لحد كده تمام؟ طيب تعال نشوف الجزء اللي بعده اللي بقى يا أولاد النفي النيجاتيف أنا لو عايزة أنفي الجملة أنفيها إزاي؟ نيجاتيف يعني إيه من نفي؟ طيب تعال نعمل جملة الأول هقولك أنا لعبت كرة قدم مبارح لأ أنا عايزك تنفيلك جملة دي طيب بننفي بإيه؟ قال لي أي حاجة في الإنجلش بتتنفي بنط مع حاجة تانية طيب الماضي أنا بنفي بنط مع did يبقى معاها كده مع بعض اسمهم didn't didn't بس خلي بالك لو جبت didn't لازم تشيل الماضي اللي في الفيرب وترجعه للمصدر ولسه أعلم من شوية أن المصدر هو أي فعل من غير أي إضافات خالص يبقى أنا لما أجي أنفي الماضي يا حلوين هنفي بكلمة didn't والفعل بدل ما هو ماضي هرجعه زي ما كان مصدر طيب يا ترى didn't دي أنا أحطها فين؟ ها قال لي هتكون رقم two في الجملة يعني أدي واحد one الفاعل هي هتكون هنا ما بين الفاعل والفاعل يبقى didn't وهخليها number two في الجملة يبقى I didn't play ولا played مين مركز معايا ومن شاطر براف I didn't play بس ليه عشان عندي didn't اهيه لا ينفعش نجيب معاهم ماضي كمان did و didn't بيجي معاهم مصدر يبقى I didn't play football yesterday بس كده يا أولاد I didn't play football yesterday yesterday وخلصت جملتي كده يا أولاد يبقى دلوقتي أنا عرفت يا مس إن أنا بنفي ب didn't و didn't ما ينفعش أجيب معاها الفاعل تاني في الماضي حتى مع وجود الكلمات اللي حفظناها حتى مع وجود الكلمات دي طالما في didn't ما ينفعش يبقى فيه ماضي تاني يرجع الverb للمصدر طيب تعالوا بقى نشوف لما أسأل سؤال بهالي مين شطور يقول لي هل يعني في الماضي هنسأل بكلمة ايه نفس الكلام هي كلمة did يبقى السؤال بهال هجيب did وبعدين فاعل وبعدين فاعل في المصدر لازم مصدر أيوة ما أنا قلت لك did و didn't معاهم لازم مصدر وبعدين لو في بقي للجملة وبعمل علامة الاستفهام يعني مثلا أقول لك did he play football yesterday هل هو لعب football yesterday علامة الاستفهام لأن ده سؤال أي سؤال بهال يا حلوين لازم أجاوبو يا إما ب yes أو no وبعمل بعد كده مقص yes he did يبقى أنا بدأت السؤال بد قفلت الإجابة بد بدأت السؤال هنا لو في دو يبقى بقفل بدو بدأت دز بقفل بدز دي حاجة مهمة قوي عشان دايما ما شوف الأولاد بيغلطوا يبقى السؤال did يقولولي yes he do ولا هي دز ولا هي كان ولا أي حاجة لا أنا بدأت بدد أقفل بدد بدأت بدز أقفل بدز بدأت بدو أقفل بدو أيا كان بقى السؤال إيه يبقى yes he did طيب لو no يا مس نعمل إيه no ونفس النظام he وبعدين did بس no دي بقى لعها واحدة صاحبتها اسمه نط لازم لازم تجبها لي توقفها لي كده هنا آخر الكلام يبقى no he didn't yes he did no he didn't طب تعال نحل بقى شوية أسئلة ونشوف الكلام اللي لمس شرحت هنا ده صح ولا لا choose the correct word I went to the library أنا رحت المكتبة a book كتاب يبقى على شان لكي أنا قلت لكي يعني تو وبييجي وراها مصدر يبقى على طول من غير ما فكر هقول تو برو طيب انجي used a pen انجي استخدمت الألم hear he say المقال بتاعها يبقى لي تكتب to write he bought a new suitcase to take هيوة شطار ما نجل ما نفكر هو تو المصدر ملك wears ملك بترتدي hear sun glasses نضرت الشمس التاعتها hear eyes عيونها علشان تحمي عيونها to protect لكي تحمي طيب وبعدين بسمة went to the club to play علشان تلعب طب هو هنا جيب لي تو خلي بالك وبعد تاخد to play تاني يبقى to play لا يبقى play بس طيب عمر play tennis عمر لاعب تنس لعب played يبقى كلمة من كلمات الماضي ها yesterday last ago صح كده yesterday i went to the shop ان رايح المحل علشان اشتري ليه كي اشتري to buy some bread اشتري بعض الخبز i didn't وفي last يبقى ده ماضي اه اختار الفعل في الماضي no ليه يا ميس عشان في didn't يا حلوين ما احنا قلنا طالما في didn't يبقى اختار مصدر يعني ايه مصدر يعني من غير اي اضافات يعني انا عندي دي متضف لها اس مش هتنفع واللي بعدها في الماضي both دي مش هتنفع يبقى buy بس هي اللي هتنفع عشان دي هي المصدر طيب you meet your friends yesterday انا عايزة سؤال بهل في الماضي بنسأل بمين بنسأل بد شطار يبقى did you meet has him hard to get good grades حاتم بيزاكر ولا حازم بيزاكر كويس عشان ياخد درجات حلوة يبقى كان بيزاكر اسمها ايه في الماضي studied خلاص يبقى هي اصلا study هي كلمة دي يزاكر شلنا ال y وحطنا مكانها i وضفنا a d studied ده كان شرح الجرامر استلمنا الفيديو اللي بعده هنحل مع بعض الاسئلة اشوفكم على خير يا سنة خمسة باي بار